احتفلت رعية القديس بخائل للاتين في بلدة لسماكية في محافظة الكارك جنوب المملكة بمنح مجموعة من أبنائها سري المناولة والتثبيت المقدسين وذلك بقداس احتفالي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن وبمشاركة الأب عماد علامات أمين عام سر مطرانية اللاتين في الأردن والأب أكرم مشربش رعي الكنيسة وكل من الأب إبراهيم نفاع والأب سامر مدنات والشماس الإنجيلي زعل حجازين بحضور الأخوات الراهبات من رهبنة الوردية العاملة في خدمة الرعية هناك وعدد من أهالي المحتفلين الجدد وفي نهاية القداس الإلهي تبادل الأسقف والكهنة التهاني الشفوية مع أبناء الرعية ومن ثم التقطت صور التذكارية ووزعت الهدايا على الأطفال